بسم الله الرحمن الرحيم ولا استعانة إلا به والحمد لله رب العالمين ولا ثناء إلا عليه أحمدك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك يا مولانا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير على باب الملك القدوس نقف خاشعين نسبح بحمده ونقدس له اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي يا ربنا عليه في الآخرين اللهم صلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك السلامة من كل إثم ونسألك الغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة ونسألك النجاة من النار ونسألك فعل الخيرات ونسألك ترك المنكرات ونسألك حب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ونسألك قلبا تقية ونسألك قلبا تقية عن الشرك نقية لا جافيا ولا شقية ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صختك والنار و نسألك اللهم من كل خير سألك منه حبيبك و نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه و آله وسلم و نسألك الرضا و نسألك الرضا و العفو عما مضى و نسألك الإيمان و الخير حيث كان و نسألك اللهم الدرجات العلا في الجنة ربنا و تقبل دعاء يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين